اليوم عندنا مشكلة النمل النمل الهاجم على البامية بشكل كثيف هذه المشكلة أسبابها أكيد وجود حشرات لأن النمل دائما يجيع بعد حشرة المن ففيكن علاقة تكافلية أيضا وجود الأوراق القديمة وجود أشياء يجمعها النمل الرطوبة اللي بسبب البتموس الرأي شايف كيف الجذور كيف بره الجذور البامية تعتبر طولية ما هي عميقة طولية ويعني كأنها شعر تتفرع كذا بطريقة الشعر الشعر البشري اليوم المشكلة هو أن هناك الكثير من الأوراق القديمة الأوراق القديمة وأن هناك الكثير من الأوراق القديمة وأن هناك الكثير من الأوراق القديمة اليوم عندنا مشكلة النمل النمل الهاجم على البامية بشكل كثيف هذه المشكلة أسبابها أكيد وجود حشرات لأن النمل دائما يجيع بعد حشرة المن ففيكن علاقة تكافلية أيضا وجود الأوراق القديمة وجود أشياء يجمعها النمل الرطوبة اللي بسبب البتموس الري شايف كيف الجذور كيف برق الجذور البامية تعتبر طولية ما هي عميقة طولية ويعني كأنها شعر تتفرع كذا بطريقة الشعر الشعر البشري اليوم سعر بأن هناك الكثير من الهاجم حل الدائما كان образ الظلم الكثير من الأول الذي pinchنات الكثير من وجود السيدة والتالمس لعلي وتريدون الناس إ yeah للغاية لأنترى كل هذه سيادي والتي ب bells واطفسها بل ترقب ال Щ gerçek العمل من خلال الرقال الترق مجتمع دائ spike الأحزان سوف نتخلق كل هذه المشكلة لذلك سوف نتخلق إذا تخلق هذه المشكلة، لا يوجد مشكلة لذلك رزالة أسباب المشكلة تزيل المشكلة الآن نوريكم كيف لنبدأ أول شيء، بنظف القصيص أو المركة أولاً، يجب أن نتخلق المشكلة أو المشكلة لحل مشكلة الرطوبة اللي على السطح، الري تحت السطح الآن بنسوي ري تحت السطح، حطيت هنا علبة بلاستيك وحطيت بالقلم هنا فراغ، سويت فراغ والآن نجيب هنا ونحط حانا آية أيها تمام هنا حطينا العلبة وهنا نفتح شوي شاي يبدأ التقطير لا التقطير أكثر من اللازم، نقص شوي المشكلة أضع بعض الرمال هنا أضع بعض الرمال هنا لماذا أضع بعض الرمال هنا لإمكاني تضع البطمس أيضًا لإمكاني بعض الرمال لإمكاني تضع بعض الرمال يمنع الخروج الماء ويجعل السطح جاف لماذا أضع بعض الرمال هنا لإمكاني تضع البطمس أيضًا لإمكاني تضع البطمس على البطمس في البطمس في البطمس في البطمس هذا سيساعدنا لإمكاني تضع البطمس لا تضع البطمس إذا خفضنا الرطوبة بتموت الحشرات سأعطيكم إن شاء الله تحديث الفكرة بعد ذلك سأعطيكم بالصدقاء إن شاء الله نشوف النتائج وتابعوني وخلونا نتحمس فكرة ترجمة نانسي قنقر